تطعيم التطعيم شروط الجرعة المنشطة الإقبال الكبير على استكمال التطعيمات في وقتها المحدد وأخذ الجرعة المنشطة من قبل المواطنين والمقيمين حققت تطلعات المنشودة التي وضعت ضمن الخطط الوطنية للتصدي لفيروس كورونا شعب البحرين والمقيمين الحمد لله في تجاوب كبير وقبال كبير من كافة الفئات كان الكبيرة في العمر أو المتوسط أو الصغيرة هذا بلا شك يدل على وعي وفهم وإدراك كافة المواطنين والمقيمين للإجراءات التي تقوم بها مملكة البحرين صار عندنا وعي اجتماعي في الديرة صارنا نعرف شنو أضرار هي الكورونا صارنا عندنا وعي التوم نحن نيد طعام يعني فصار المجتمع البحريني وعي من هاي الناحية من بعد العدول اللي تفنوها حق الناس اللي خذوا الجرعة من الشطة جدعنا هاي الناس اللي يخذون الجرعة للحفاظ على صحاتهم تعاون وتكاتف بين المجتمع والجهات المعنية سهم في تعزيز المناعة وتحقيق الحماية من تداعية الإصابة بفيروس كورونا وصولا إلى التعافي التام اعتبر مملكة البحرين من الدول اللي هي بزلت مجهود كبير في سبيل تطعيم كل المواطنين والأجانب وحقيقة وزارة الصحة في سبيل هذا الأمر يعني المجهود المبزول مشكور عليه حقيقة وهذا أمر ملموس الإقبال الكبير تطلب جهدا من العاملين بالصفوف الأمامية ما أسهم في تسريع عملية التطعيم وتنظيمها بطريقة احترافية ويسيرة نشكر الصفوف الأمامية ونشكر فريق البحرين براسة عالي العهر رئيس مجلس البزراء عن الإجراءات اللي يأخذونها والبول تجاه المواطنين المقيمين كوجر الطبي صراحة أقول لهم أبطال يعني نشكرهم مع الوقف مع المواطن والمقيم 24 ساعة كادر الطبي في هذا الأمر يعملون ليلة نهارا وهذا أمر مشكورين عليه يعني نحن كل ما بنجي في أي وقت حقيقة سواء يعني بنشاهد هذا الأمر هذا وتستمر الحملة الوطنية للتطعيم في كافة المراكز الصحية ومراكز التطعيم وبشكل مجاني للجميع بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية الكاملة وحفظ صحة القاطنين على أرض مملكة البحرين وعي ومسؤولية مجتمعية أثبتت بالأرقام خلال هذا التحدي الصحي الذي أثبت أن المواطنين والمقيمين متعاونين وبشكل تام مع الجهات المصدرة للقرارات للوصول إلى أفضل النتائج في هذا الملف الصحي شوق العتمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر